اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اياكم الله وجزاكم الله خير نسأل الله التوفيق والسداد العالم كله يعني في ظروف صعبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه الظروف وأن تهون على الأمة جميعها والعالم كله يهوج ويموج هكذا يقولون صلى الله عليه وسلم طيب فضي الشيخ الدكتور نحن يعني لا شأن لنا بما يجري في خارجي نحن نتحدث في سورة الشورى بدأنا فيها منذ تقريبا ثلاث حلقات أربع حلقات أربع حلقات هذه الخامسة وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى شارع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ آية يعني تعتبر طويلة نسبيا مقارنة بالآيات الأخرى في سورة الشورى ما علاقة الحديث عن شرع الله هنا بعد أن تحدث عن فاطر السماوات له مقاليد السماوات وغيرها من الآية بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين كما تفضلت نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن الأمة هذا البلاء وهذا الوباء وعن الأمة جميعا وعن جميع الناس هو لا شك هذا بقضاء وقدر من الله وهذه إرادة الله ولله في خلقه شؤون وفي قضائه وقدر حكم فنسأل الله أن يعافينا وأن يعافيه جميع المسلمين اللهم أمين هذه الآية الكريمة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا كما تفضلت هي آية عظيمة من سورة الشورى قلوا القرآن عظيم سؤالك قلت ما علاقتها مباشرة تقريبا مع فاطر السماوات والأرض وله مقاليد السماوات والأرض ونحن مررنا بأشياء من هذا النوع ولكن لا بأس بالتذكير فقط هو ليس شرطا دائما أن تكون الآية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجملة التي قبلها أو ارتباطا ظاهريا على الأقل أو ظاهريا نعم هي من المؤكد أن ألم قل فاطر السماوات والأرض هو الذي شارع لكم يعني نستطيع له مقاليد السماوات والأرض يبسطوا الرزق وفي نفس الوقت شارع لكم لكن أيضا من الجميل ومن الحكمة في دراسته وتفسير القرآن أن نجد علاقة الآية بمجمل الصورة وهذا دائما تحدث عنه أول صورة كما تفضلت ما هي حاميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله أول آية بعد حاميم عين سينقاف بعد هذه المقدمة من الأحرف المقطوعة كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك ركزت الآية في المطلع على ظاهرة الوحي ما يأتيك يا محمد ليس رئيا من الجن وليس وهما وليس ظنونا إنما هو وحي إذن ركز وإلا أنت تقول لي أو مشاهد تقول كذلك يوحي إليك ماذا يوحي إليك لم يتحدث لم يحدد المفعول به وحذفه دليل على العموم هو يريد أن يؤكد الفعل الظاهرة إذن بدأ وقرر ظاهرة الوحي بعد آيات قال كذلك أوحينا إليك قرآنا عربية عربية إذن ثبت ظاهرة الوحي ثم ثبت أن هذا الوحي جاء بلسان عربي مبين ما مضمون هذا الوحي جاء أوانه شرع لكم من الدين ما وصى به نحن بهذا تتسق مقاطع الآية الصورة وفي الوقت نفسك ما تفضلت تتسر بما قبلها اتصالا يعني فاطل السماوات هو شرع لكم ويبسط لكم من رزق ويغدير شرع لكم وهو يفعل كذا المعنى الثاني وهذا عجبني جدا ذهب إليه الشيخ طهر رحمه الله قال معنا جميل بعدما أنعم وقرر نعمه المادية على الخلق وقال فاطل السماوات والأرض وقال يذرأكم فيه يذرأكم بمعنى يخلقكم ويكثيركم وله مقاليد السماوات يبسط الرزق ويقدر بعدما عدد وقال جعل لكم من الأنعام أزواجا ومن أنفسكم أزواجا بعدما تحدث عن النعم المادية أتى إلى النعم الروحية وأعظم نعمة الروحية هي الشرع لأن الإنسان إذا أعطيته يأكل ويشرب وينام ولم تعطيه قانون روحي يمشي عليه ما هو الدين؟ الدين هو قانون روحي يقنن الاعتقاد يقنن الأخلاق يقنن السرائع الذين يأكلون ويشربون كما رأينا في جهات من العالم ولا دين لهم ولا سرع لهم إلى درجة يأكلون الخفاس ويأكلون القطط هذا لا سرع له وبالتالي يقع في محاذر عظيمة جدا تأتيه بالبلاء والوباء فالسرع نعمة روحية عقلية عجيبة جاء أوان الحديث عنها سرع لكم من الدين نعم وكلمة سرع فقط أنا أريد أن أبدأ من هنا ثم تأتي أسئلتك إن شاء الله سرع من اللحية اللغوية من الشريعة والشريعة تعرف أنت كلغوي هي شرعة الماء شرعة الماء هي المكان والممهد للماء شرعة الماء هذا أصلها اللغوي ونحن عندنا في الشارقة هنا في منطقة الذيد تحديدا الشريعة هكذا تطلق الشريعة وهي عبارة عن أفلاج مياه أحيانا تكون في باطن الأرض أو تحت الأرض وأحيانا تخرج إلى ظهر هذه تسمى شريعة وهذا هو معناها اللغوي المعنى اللغوي كلمة الشريعية هي شريعة الماء وتسمى الشرعة أيضا في اللغة العربية الشرعة وشريعة بمعنى طريق ممهدة ينحدر منها الماء ومنها أخذ الشارع ومنها أخذ الشرع الشرع أصبح منظومة من المعتقدات ومنظومة من الأخلاق ومنظومة من التكاليف تسمى الشريعة إلى أن جاء قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبحها شرع لكم هنا بمعنى بيّن لكم ومهد لكم وأوضح لكم ماذا أوضح لنا؟ شرع لكم دينا وسطا ما وصى به نوحا ثم يواصل الحديث واضح نعم طيب هنا قال شرع لكم نعم لكم من يقصد؟ للمسلمين بالدرجة الأولى المخاطبون هنا هو الأمة الإسلامية الشرع لكم على لسان رسولكم صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية طيب شرع لكم من الديني نعم المن هنا؟ شرع لكم من الديني طبعيضية أو لا؟ يعني طبعيضية من الديني ما وصى نعم طبعيضية من بعض الدين؟ ما وصى به نوحا طبعا لماذا؟ هل الشريعة الإسلامية هي كل الشرائع؟ نستطيع أن نستعملها أو شرع لكم من الديني بيانية ويبدأوا في بيان ما هو الدين لكن الشريعة الإسلامية صحيح يا خاتمة الأدياني والشرائع لكن فيها ما يتناسب مع الأمة الخاتمة طيب شرع لكم من الديني ما وصى به نوحا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمَ وَوَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمِ أنا هنا الحديث عن نوح عليه السلام عليه السلام ثم الحديث عن إبراهيم وموسى وعيسى لما اختار من الأنبياء هذه الأسماء؟ بارك الله وفيك أولا مررنا إن كنت تتذكر في صورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى هم أنفسهم هؤلاء كما يقول المفسرون هم أكابر الأنبياء والرسل هم أصحاب الشرائع أصحاب الديانات الكبرى أولو العزم وهم أولو العزم من الرسل وإلا حين تحدث عن هؤلاء ينضوي تحتهم كل الأنبياء الآخرين أيوب عليه السلام يونس عليه السلام كلهم أتوا بنفس الشرائع يعني لكن هنا ذكر الله جل جل وخصص أولي العزم من الرسل وهم نوح عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم موسى عيسى أكابر وكل هؤلاء لهم لهم كتب لهم شرائع لهم شرائع كبرى هل هذا ينفي أن الآخرين لهم شرائع؟ لا هؤلاء هم أولو العزم من الرسل وآية الأحزاب أوضحتهم طيب يعني الترتيب هنا لا هو ترتيب تاريخي زمني زمني ولا هو ترتيب في تنزيل الوحي ترتيب زمني في التنزيل ولا هو ترتيب في الأفضلية ولا هو ترتيب الرتبية أو الأفضلية أو غيرها فعلى أي أساس تم الترتيب نوحا ومحمد صلى الله عليه وسلم نعم إبراهيم موسى ثم عيسى بارك الله فيه هو جزاق الله هو أساس هذا الترتيب أولا اختار الله الأنبياء الكبار صحيح؟ نوح من أولي العزم ورسول ونبي وله شريعة وهو المتقدم عليهم هو المتقدم زمنيا ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المتأخر زمنيا آخر النبوات وخاتمة الرسالات هو الإسلام وآخر الكتب هو الإسلام يعني ابتدأ بالمتقدم فالمتأخر فالمتأخر هو ربط بين الدينين العظيمين ليبين اتحاد الشريعتين شريعة نوح عليه السلام أتت بالتوحيد وببعض الشرائع وختم الله جميع الكتب والشرائع بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بينهما الأنبياء والرسول الذين جاءوا من بين نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا نظم من الترتيب بديع لوحظ فيه أساس الدين أساس الدين هو ما جاء به نوح قد يقول قائل أليس أساس الدين ما جاء به آدم آدم لم يكن للسل إلى أمة نوح هو أول نبي أرسل أمة وجاهدوه وجاهده معلمهم التوحيد وعصوه وآذوه وأتى بشريعة فشريعة نوح هي أساس الدين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي ختام الأديان وبينها جاءت فهنا يعني لإقرار هذا المعنى فجاء هذا الترتيب بينما قبل قرارينا ذكرتك بآية الأحزاب الترتيب اختلف وإذ أخذنا من النبيين ميثاق من النبيين ومنك ومنك من قدمه محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ما رأيك بهذا الترتيب من تبات نعم لكننا ذكرناها يوما ما في الحقيقة الترتيب في سورة الأحزاب هو لبيان الأفضلية للأفضلية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن أحسنوا أخذا بالميثاق من محمد صلى الله عليه وسلم وقد اختاره الله لأعظم النبوات ورسالات هذه واحد وطبعا كلهم بذلوا ولكن تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض ومحمد صلى الله عليه وسلم بأدلة متضافرة أفضل خلق الله وأفضل رسول الله هذا واحد حتى ولو لم نعتبر هذا المعنى سورة الأحزاب سورة محمد صلى الله عليه وسلم صحيح النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم خاطبه باسم النبوة أو بصفة يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي إن أرسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا والحديث كذلك عن زوجاته وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم ففيها اختنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم فهنا يناسب يبدأ بنوح ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهنا الترتيب للأفضلية ولأن صورة الأحزاب صورة محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأسرته لتكون أنموذجا للمسلمين بينما هنا لإقرار الدين لبيان أن الدين واحد دين نوح ودين الإسلام واحد أم لا والله هو دين واحد لا إله إلا الله محمد الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الشرائع الله أذن بذلك لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة دين النصارى ودين الإسلام واحد دين موسى ودين الإسلام واحد كلهم يقولون لا إله إلا الله البعث حق القيام حق الكتب حق لكنهم الله أصلا أساسا يعني جعل الشرائع تختلف من أمة إلى أمة لكن حين بدلوا وحين حرفوا ذلك شأن آخر أقرأ لي آية سورة الأنبياء وَمَا أَرْصَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ هذه أوضح آية وَمَا أَرْصَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ هذه سورة الأنبياء أعظم آية تبين اتحاد جميع الأديان والرسل في الدعوة إلى التوحد هي هذه الآية طبعا آية كثيرة وَمَا أَرْصَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أنه لا إله إلا أنا إذن أساس الديانات واحد سورة السورة في هذه الآية أرادت أن تثبت أساس الدين طيب يعني لما الله سبحانه وتعالى قال ما وصى به نوحا والذي أوحين إليك فإذن نوح فالنبي صلى الله عليه وسلم وما بينهم من رسل وأنبياء طيب بعد ذلك قال إبراهيم وموسى وعيسى هذا الترتيب حقيقي زمني إبراهيم أول أبو الأنبياء ثم اختار موسى وهو أكبر أنبياء بني إسرائيل ثم اختار خاتمة أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى عليه السلام وإذ قال عيسى بن مليم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم فالترتيب الزمني مرعي من نوح إلى عيسى عليه السلام ووضع الله جوهرة النبوات وجوهرة الرسالات في الوسط لماذا؟ ليبين أن الإسلام الحقيقي بدأه نوح يدعو إلى الترحيد وختمه محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الترحيد وانتظم ما بينهما من أنبياء ورسول طيب هنا كذلك يعني لا نريد أن نغادر هذه الآية سريعا الله سبحانه وتعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا ما قال وصيناك به قال أوحينا إليك ثم قال وما وصينا به إبراهيم وعيسى يعني لماذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحينا إليك ما قال وصيناك به مبارك الله ما شاء الله وهذه النكتة واللطيفة وقف عندها المفسرون ما شاء الله أولا شرع لكم وبيّن لكم ومهد لكم من الدين ما وصى نشرح وصى قبل أن نشرح أوحينا حتى ينتظم المعنى وصى توصية من اللغة العربية علم تعليما مثلا وصى توصية ما هي الوصية حين توصي إنسان تنصحه ما رأيك نعم لكن نصحتك وصيتك أن تفعل أقوى أقوى ما شاء الله عليك التوصية وصى يوصي توصية أو يوصي فيها تأكيد للنصح يعني فيها شيء من الإلزامية صح التعبير فيها شيء من الإلزامية والتحريض على فعل أمر فيه خير أقوى من النصح أقوى ومن الإرجاد في حفث وتهييج أن تتوصي فهي وصية فيها تأكيد جيد وما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الوصاية التي أتت إلى نوح وأتت إلى إبراهيم وأتت وصاية عبادة الله والإقامة الشرع وما أوحينا والذي أوحينا إليك لو قال وما وصيناك به والله قريش أحسن من يفهم اللغة العربية شكرا جزاك الله خير على الوصية جزاك الله خير على النصح نحن ما نريد لا نريد أن نتبع شرعك وصفكرا على الوصية لا هذا وحي وحي ملزم يدل على النبوة لا مجرد وصية أن الأنبياء السابقين أوحى الله إليهم ووصاهم لكن هنا فرق في التعبير ليبرز نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يعني في مواقع أقرى يقول ناوحينا إليك كما أوحينا إلى بارك الله إلى نوح إليك كما أوحينا إلى نوح وإبراهيم لا غير ذلك لكن هنا قال وصينا فرق في الأسلوب وخالف في الأسلوب حتى يبرز أن ما يأتي محمدا وحي من الله هذا أرقم واحد اثنين الوصايا السابقة نحن الآن أسلم الزمين بها وكانت مؤقتة بالرسل صحيح؟ صحيح أما الرسالة الإسلامية يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رسالة أبدية خاتمة فتناسبها أن توصف بالوحي ثالثا وهذا ذكرناه في أول سورة أو أول حلقة ماذا قلنا المحور الأساسي لسورة السورة؟ الوحي يتناسب معه وكذلك وما الذي أوحينا إليك بارك الله أنت معي؟ لتثبيت محور السورة التي بدأت بالوحي وانتهت بالوحي كذلك هنا في تناسق وانسجام في توزيع ألفاظ القرآن الكريم بارك الله كذلك هنا لاحظ في هذه الألفاظ تحديدا هناك عدول يقول الله سبحانه وتعالى شارع لكم من الدين ما وصى به نوحا تقصد بالغيبة بالغيبة هو ما وصى هو جل جلاله ثم قال والذي أوحينا إليك ما شاء الله عليك التفات جميل وقال وصينا واصل ما وصى به نوحا نوح أين هو الآن؟ وانقذى ما وصى به نوحا في الوصايا التي قدمت له والذي أوحينا إليك الآن أول عدول الصيغة من الغائب إلى الناء العظمة للتنبيه على عظمة الوحي وعظمة الموحى إليه عدول معجمي من وصى إلى أوحى وعدول في الضمائر في التركيب من وصى إلى أوحينا وهذا دليل عن كل المفسرين يقول للعناية بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالوحي الذي أنزله عليه واضح؟ ثم عندما قال وَالَّذِي أوحينا إليك هنا لا يستقيم أو لا ينسج أقول وَالَّذِي وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمِ عقواً وَالَّذِي وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمِ لا واصل أنظر إلى الانسجام للتركيب القرآني بارك الله فيك واضح طيب هنا الله سبحانه وتعالى يقول وَالَّذِي أوحينا إليك وَمَوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ثم قال أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فهذه أن التفسيرية أن تفسيرية لكن ليس قولاً واحداً أن تفسيرية هذا رأي يعني على الأقل رأي لا الجميع رأي لقم واحد فهذه إذا كانت أن التفسيرية فإذا ما وصى به الله سبحانه وتعالى أنبياءه وما أوحى به النبي صلى الله عليه وسلم في مجمله هو أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ما شاء الله لك وقوله و أنا ماذا قلت قبل قليل لما قلنا سورة السورة في هذه الآية تقيم أساس الدين تبين أن الديانة أو أن الأنبياء طابقت دعواتهم إلى التوحيد فالدين واحد منذ إبراهيم منذ آدم عليه السلام منذ نوح عليه السلام إلى خاتم النبي عليه الصلاة والسلام صحيح إذن أن كما تفضلت رقم واحد نقول تفسيرية لعلك تذكر نقول أن تفسيرية حينما الفعل يتضمن معنا القول القول لا صحيح إذن ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أن أقيم الدين كأنه يقول شرع لكم دينا نقطتين شرع لكم قائلا وهذه أفعال تنوب عن القول تنوب وصى شرع قائلا أوحى كلها تنوب تتضمن معنا القول وإلا أوحى إليه قائلا له وصاه قائلا له صحيح إذن أن تفسيريه هذا معنى واحد لكن في عريب أخرى قال المفسرون شرع لكم من الدين دينا شرعا نقطتين أن أقيم الدين ولا تتفرقوا تكون بدل من المفعول به المحذوف ولا شرع لكم ماذا شرع لكم دينا ما فهمت النقطة هذه النقطة أن وما بعدها مصدر مؤول بلى أن أقيم مصدر مؤول قيامكم قيامكم أو إقامتكم جميل قيامكم بالدين أو إقامتكم جميل شرع لكم ماذا أنا أسألك شرع لكم ماذا دينا شرع لكم منهاجا لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا فالفعل شرع يدل على ما شرعه الله إذن شرع لكم دينا نقطتين ما هو قيام أنا قيم الدين ولا تتفرقوا الدليل المفعول به المحذوف هذا بدل عنه وهذا قاله المفسرون آخرون قالوا شيئا جميلة قالوا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيساء كأن قائل يقول وما شرع لهم وما الذي شرع لهم نقطتين إقامة الدين إقامة الدين جملة استئنافية تجيبوا عن السؤال المطروح هو إقامة الدين اللي هو المصدر المؤول اللي هو المصدر المؤول كأن قائل يقول وما الذي شرعه لهم نقطتين هو إقامة الدين اللغة الصليمة والتأويلات هذه مدام توضح المعاني فهي كلها مقبولة بارك الله فيك ولا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه أي ولا تختلفوا فيه ولا تختلفوا التفرق هو اختلاف ناس يتفرقون ناس يختلفون التشرذم التشذي كما تفضلت المرة الماضية لكن العلماء يشيرون يقول بل فرق بين التفرق والاختلاف التفرق هو قوة الاختلاف شدة الاختلاف أنا ممكن لا سمح الله أنا وأنت نختلف ونحن هنا لكن نختلف ونتفرق خلاص كل واحد يلتزم هو الفعل الناتج عن الاختلاف لذلك يقول العلماء ولا تفرقوا أي ولا يشتد يعني فيه قوة الاختلاف ولا يشتد اختلافكم فيؤدي إلى تفرقكم إلى تفرقكم وتصبحون فرقا قددا يعني أفريقة واضح ولا أن أقيموا الدين بمعنى أقيموا دين الإسلام أقيموا دين الاعتقاد والتوحيد ولا تتفرقوا في أصول العقيدة على الأقل الآن ما الذي يجعل المسلمين يختلفون مع اليهود والله اليهود هم يقولون إلى واحد لكن يقول عزير بن الله ما الذي يجعل المسلمين أو النصارى يختلفون مع المسلمين هم يقولون المسيح ابن الله نحن نقول المسيح رسول الله نبي الله كلمة الله إذن لا ينبغي للفرق ولا للأديان أن تختلف في صلب الدين وهو العقيدة التوحيد تختلف الشرائع ذلك مطلوب ذلك أصلا هو الواقع لكل منكم جعلنا شرعة ومنهجة واضح أنا فقط قبل ما نمشي كنت أود أن أقول شيئا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ما معنى شرعا ما وصى ما الذي الذي موصولة موصولة والذي أوحينا أنت تكلمت عن العدول المعجمي ما شاء الله واتكلمت عن العدول في الصيغة وما تكلمت عن العدول في اسم الموصول هنا قال ما وصى به نوحا والذي أوحينا عاد قال وما وصينا إبراهيم عدول واضح هذا سبحان الله الإنسان ينسى والله علماؤنا ما تركوا شيئا النحات ما شاء الله عليهم ما كما تفضلت اسم وصول صحيح والذي اسم وصول لكن ما اسم وصول عام عام مبهم نكرة مبهم عاقل غير عاقل عاقل غير عاقل رجل ذكر أنثى جمع محسوس غير محسوس لأنها شديدة الإبهام والله يذكره أنا عجبني أحد النحات يقول حتى إن السيبويه يقول ما هي شيء ما 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 هي شيء شيء يقول عند قوله السيبويه سيد النحات قال هذا ما لدي عتيد قال هذا شيء لدي عتيد سبحانه سيبويه ما شديدة الإبهام كأنه أتى بإيه شيء واضح فشديدة الإبهام السؤال المطروح دين إبراهيم دين نوح عليه السلام بالنسبة لنا نحن كمخاطبين أو بالنسبة لقريش هل قريش في ذلك الزمن والمخاطبون كانوا يعلمون دين نوح بالتفاصيل ودين إبراهيم بالتفاصيل يعلمون فيه لا إله إلا الله لكن بالتفاصيل المخاطبون لا يعلمون قال ما وصى فيه إبهام وما وصينا إبهه إبراهيم لما جاء أنج محمد قال والذي الذي هي أم أدوات الموصولة وهي معرفة هي ليست معرفة هي مختصة الذي نقول جاء الذي المرأة فيها معنى الاختصاص فيها معنى الاختصاص لأن الذي اسم موصول مختص بالمذكر المفرد مفرد صحيح والتي اسم موصول مختص بالمفرد المؤنث هل تستطيع أن تقول عن امرأة جاء الذي جاءت التي صح أو تقول عن المرأة جاءت الذي ما ينسى الذي هو مختص في اسم الموصول ومتى تستعمله أنت أستاذ محمد تقول جاء رجل مثلا تخاطبني تقول لي جاء الذي أنشد القصيدة بالأمس لا نستعمل الذي وصله إلا إذا كان المخاطب معهودا معهودا فهو يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا مبهم من الديانة السابقة وتفاصيل والمعهود الذي يوحى إليك مما يسمعه العرب في فصاحته جميل والذي أوحينا إليك وهو متداول بينكم عاد إلى الإبام وما وصينا به إبراهن فسامحني طورت عليك بالعكس جميل والله النحات يا أخي لا ينبغي أن نقرأ التفسير إلا أن نعود للبلاغين وللنحات عندهم بعض اللقطات حتى لا تجدها في التفسير الله يعلمنا إن شاء الله ففي التالي أنت لا تفضل البلاغين على النحات لا لا كله العلم النحو والصرف والبلاغة هذه أدوات كيف يسمونها يسموها علم الآلة علم الآلة لشرح النصوص صحيح طيب فضيت الشيخ الله سبحانه وتعالى يقول يقول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه طيب تحدثت عن إقامة الدين لكن أقولي شيء من التفصيل ما المقصود بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه وفيه هنا متعلقة بالدين لا تتفرقوا في الدين بارك الله فيك هو أن أقيموا الدين ما معنى أقيمه أي من الإقامة الشيء أقيموا الصلاة يعني قوموا وطبقوا الدين حال كونه قويما مستقيما حق القيام به حق القيام به إقامة الدين هي عودوا إلى التوحيد عودوا إلى لا إله إلا الله كل الديانات كما قلت حتى بعض الكتاب يقولون لا ينبغي أن نقول ديانات هو دين واحد والدين هي الملة الملة والمنهج الذي يتضمن ثلاثة أشياء كبرى الاعتقاد والسرائع والأخلاق كل دين لا يخلو من هذه أقيموا الدين الذي يجمعكم علما أن الله هو الذي شرع لهم فروعا تشريعية تختلف لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجة ولا تتفرقوا لو أن أصحاب الديانات والملل الموجودة اتفقوا على أصول الدين هل نجد هذا التشرض والتعادي كل الحروب التي أقيمت في التاريخ قامت بأصص عصبية دينية ممقوطة غير دقيقة المفترض لكم دينكم ولي دين وإنسان إذا احترم المسيحية واحترم اليهودية واحترم الإسلام لا يكون هناك على الأقل لا يكون هناك عدوات وضغن وصراعات وظلم وقتل حروب الصالبية ماذا قتلت لغا ذلك فالمفترض الأمم تقيم هذا لا يمنع إن الدين عند الله الإسلام الإسلام بمعنى الدينون لله ولو أنهم وحدوا الله حق التوحيد وآمنوا بكتابهم كما نؤمن نحن بكتابنا وآمنوا بالأنبياء كلهم كما نؤمن بجميع الأنبياء لا نختلف لا أصبحوا مسلمين لا نختلف حتى مع بعض الخلافات الفرعية طيب هنا أنا كنت أريد أن أقف على لفظة أقيم هل لها علاقة بالآية أو في موضع آخر حينما يقول الله سبحانه وتعالى دين القيمة نعم بارك الله هو هذا دين القيمة وذكرني إحنا ذكرنا في سورة الروم أن أقم وجهك للدين حنيفة أقم وجهك وجه وجهك سلم نفسك استسلم لرب العالمين أقيم الدين ولا تتفرق فيه طيب يقول ولا تتفرق فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه جميل كبر كبر في اللغة العربية بمعنى عظمة عظمة لكن هنا عظمة بمعنى شق عليهم كبر على نفوسهم ليس كبر بمعنى عظمة في الحجم كبر على المشركين ما تدعوهم إليهم من التوحيد بمعنى شق عليهم عظمة في نفوسهم صعوب عليهم أن ينساقوا وراء التوحيد ويتركوا دين أبائهم وأجدادهم من الشرق ومن الأوثان إلى غدر فكبر على المشركين بمعنى شق عليهم وصعوب وعظمة في نفوسهم ما تدعوهم إلى التوحيد قل لي أنت من أين أتيت بالتوحيد قل لك من المشركين كبر على المشركين التوحيد الذي تدعوهم إليه علاقة هذه الجملة الاستئنافية في الحقيقة القائل هي جملة استئنافية تجيب عن سؤال حين ذكرت أنا قبل قليل وشترقت قلت كل الملل تتفق مع العقيدة صح؟ وكلها تنبع من دين في أصلها من دين واحد والرائي والمشاهد يرى التشردم والعدوات والشناء قل ما شأنهم على هذا التفرق والأصل أن دينهم واحد قل كبر على المشركين ما تدعوهم تأتي هذه الجملة كبر عليهم وصعب عليهم أن يعودوا الخطاب يتحدث عن أهل الكتاب وعن المشركين وعن المسلمين المشركون ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كبر ما تدعوهم إليهم من التوحيد النقيج الصافي فهي جملة تجيب عن سؤال ما بالهم متشرمين وثمت موجبات التوحد أو الاتحاد على الأقل قال كبر عليهم ما تدعوهم إليهم من التوحيد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ما شاء الله هذه آية مدنية في سورة أهل عمران نعم هذه ستأتي بعد هذا الكلام حتى في المدينة القرآن يدعو تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا مشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربعا ونحترمكم وتحترمنا والله لو أن كل الإنسان يتسمع إلى هذه الآية الكريمة والله العالم يعيش في السلام سبحانه نعم طيب يقول سبحانه وتعالى وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ما تدعوهم أنت يا محمد نعم إليه إليه الله يجتبي إليه من يشاء جل جلال نعم ويهدي إليه من ينب الله يشاء هذه جملة كما تعرف مفصولة مفصولة استئنافية ودائما أنا أوصي المشاهدين الكرام والتالين والمتدبرين دائما حين تبدأ يكون كلام ونظم وتبدأ جملة استئنافية عليك أن تطرح السؤال قل ما بالها لم تعطف لم تعطف في الواو لمطلق العطف لم تعطف في الفاء تدل ألا أن الثانية سبب الأولى إذن لماذا قصلت ثم تدواع دائي هنا جملة استئنافية تجيب عن سؤال أيضا كبر على المشركين تقول لماذا كبر عليهم يا أخي ينقدح هذا السؤال ينقدح في ذهن القارئ والسام يقول الله يجتبي إليه من يشاء يا أخي الله يهدي إليه من ينيب واضح بعض المفسرين قالوا معنا جميلا في هذا الكلام قالوا كبر على المشركين مجيء النبوة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليس ما تدعوهم إليه ما تدعوهم إليه يعني كبر عليهم أن تكون أنت أنت النبي أنت الداعي وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريسين عظيم أجابهم الله الله يجتبي إليه من يشاء يا أخي هو الذي يضع أين يضع رسالاته الله أعلم الاجتباء هنا الاختيار والاستفاء صحيح يجتبي إليه يصطفي إليه وفعل اصطفى واختار واجتبى هل يعدب إلى سؤال لا يجتبي فلانا يجتبي فلانا وفي اللغة العربية واجتبيناهم في القرآن صحيح واصطفيناهم هنا يجتبي إليه يختار ويصطفي ويدني إليه يقرب إليه تضمن معنا ضم ضم وقرب وقرب ما شاء الله يجتبي إليه هذه كلمة إليه أعطتنا معاني كثيرة يختار ويصطفي ويدني إليه من يشاء جل جلاله ومشيئته قائمة على علمه وحكمته الآن نحن الآن والله سئلت من عدة ناس هذا المصيبة التي تمر بالأمة العربية والإسلامية وبكل العالم هذه قدرها الله أم لم يقدرها بلى بلى قدرها الله جل جلاله هل ظاهرها طبعا؟ شر ظاهرها شر شر لكنها لكن هذا الشر الظاهري لا يخلو من خير وحكمة الله يعلمها ما تحسبونه شرا هو فيه خير هذا هو الذي ينبغي لذلك أستاذ محمد الكلام للجميع يعني عندما نقول نحن نؤمن بالقدر خيره وشريه صحيح؟ صحيح سمح نفتح لك زاوية لأنها مهمة عندما نقول نؤمن بالقدر خيره وشريه ما يعني القدر خيره وشريه؟ القدر خيره ينقسم إلى اثنين وشره ينقسم إلى اثنين نبدأ بالخير نعم نبدأ بالخير نبدأ بالخير نؤمن القدر خيره بالخير ينقسم إلى قدر خير حلو المفسرون بالعقيدة يقول هذا الكلام صحيح قدر خيره ما هو؟ هو خير لك الصحة السلامة الزوجة المال هذا الأمر للمؤمن خير أم ليس خيرا؟ يعني ظاهره خير وباطنه خير وباطنه هذا بحق المسلم المسلم الذي يعجي الله يأتيه علما ومالا وصحة خير ولا مش خير؟ بلى هذا خير حلو جيد مؤمن ويمرض مؤمن وتصيبه مصيبة هذا شر خير مر سامحني بالنسبة للمؤمن خير مر عجبا لأمر المؤمن كل أمره إن أمره كله له خير إن أصابته سراء صبر فكان شكر شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله القضاء الخير هو بالنسبة لأهل الإيمان لأنه إذا وسع الله عليه وكان ذلك الخير فيه حلاوة هذا خير حلو إذا أصابه لا سمح الله مرض حارث سيارة أي شيء هذا خير مر حتى الشوكة يشاكها فإنه في صالحه ويخفف عنه ننتقل القدر الشر الحلو هو ما يعيش فيه العالم دائما من رغاد من رغاد عالم الكفر تتكلم كل الدول لا تعبد الله وعندها رغاد وعندها طائرات وعندها تكنولوجيا هذا يسمى شر حلو لأنه يناسبهم القضاء الشر المر لا أستطيع لماذا هو شر؟ الشر لأنه يعجل لهم كل شيء يعجل لهم كل شيء في دنياهم وهو شر لهم حتى ولو عجل لهم أو من باب الإملاء ربما هو شر حلو شر لأنهم لم يستفيدوا بهذا القضاء في خدمة العبادة وخدمة الله وهو شر لهم هو شر مر مثل ما نحن فيه الآن وباء، انفجارات، قتل هذا بالنسبة للكافر هو قضاء شر ولا يناسبه فهو مر إذن القضاء الخير هو بالنسبة لأهل الإيمان والقضاء الشر هو بالنسبة للكافر ما يصيب الإنساني اليوم هو قضاء خير بالنسبة للمسلمين خير مر عادي المؤمن يجازى قد يموت بالطاعون أو بوباء يكون شهيدا أما إنسان لا يعبد الله فهذا يأتيه شر مر والعياذ بالله فلذلك في كل الحالات التسليم لقضاء الله واجب وهذا ركما من أركان العقيدة الإسلامية واضح الله خير طيب يقول الله سبحانه وتعالى الله يجتبي إليه من يشاء هل ذكر يجتبي لكي تتناسب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء الآخرين موسى وعيسى ونوح تتناسب مع الجميع كلهم يصطفيهم الله سبحانه وتعالى لن نقال في مواضع أخرى واجتبيناهم واجتبيناهم ذكرني في آية سورة مريم بارك الله وغوين النبيين من نوح وإبراهيم يعني وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلع اجتبينا بما نخترنا طيب يقول يجتبي إليه من يشاء نعم ويهدي إليه من ينب أنت طار بأن يجتبي ويهدي متقاربة صحيح لكن أيهما أفضل الاجتباء بعض المفسرين قال يتكلم عن طائفة واحدة الذين هدهم الله واجتبهم بعضهم قال لا يجتبي إليه من يشاء من الأنبياء والصديقين مرتبة أعلى ويهدي إليه من ينيب ويعود ويتوب السالكين إلى طريق الرشاد واضح فكأن الآية فرقت بين طائفة يعني كلاهما أو كلتا الطائفتين خير تعبدوا الله ولكن هذه حباها الله بالاجتباء الدليل من يساء فمسيئته مطلقة يعلم ما في القلوب ويهدي إليه ويوفق للهداية من ينيب ويعود ويتوب ويستهد واضح فبعضهم قال لا يتحدث عن طائفة واحدة وهي أهل الإيمان يجتبيهم ويهديهم لكن ما في هذه لف ونشر لا هذه لف ونشر حين أستاذ محمد نأتي بكلمة ثم ننشرها إن صحيح يعني أنا أقصد ما يصير الأول هنا أقول يجتبي إليه من ينيب ومن يشاء أنا أقصد احتباك احتباك عفوا احتباك أنا دائما أستطيع ما سألالي أو ويهدي إليه من ينيب ومن يشاء ما سألالي والله دللتني على شيء جميل تحتمل تحتمل هذا تحتمل عند الذين يقولون طائفة واحدة واضح أما من يقول مثل الإيمان القونوي وغير القول هذه تتحدث جيد سؤال مطلوب هل نمكن نحن أن ثمة طائفة من السابقين سابقون سابقون وأهل اليمين صح صحيح فالذين يجتبيهم الله من الأنبياء والرسول والصديقين واضح والذين يهديهم من عامة المسلمين يا سيدي طيب ألا يعتقد البعض أن هذه الآية صريحها وواضح فيها بأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء جل جلال ومن لا يشاء الله أن يهديه فإنه يضله فإنه يضله فبالتالي لا ريب عليه ولا تثريب عليه نقول لهذا بارك الله فيك شكرا نقول لهؤلاء هذه يعني شبهة يثيرها أصحاب العقل والمعتزلة والقدرية الذين يقول أنا الله ما هداني إذا لم يخترني بمعنى نقول له ومن أدراك بأن الله لم يخترك إلى الهداية نحن متعبدون متعبدون بالشرع مسيرون بالقدر هذه الجملة من أحسن جمل العقيدة الإنسان مسير بالقدر مخير بالشرع أنت الله الله تعالى قال لك أقيم الصلاة أنت لا تعرف إذا كان قد كتب لك الجنة من النار أدعو أدعو الله وأحسن من العمل يهدي ويجتبي إليه من يشاء وفق علمه وحكمته المطلقة واضح؟ ويعلم ما في القلوب ويعلم ما تقبل عليه وإن عدتم عدنا لو أن هؤلاء هداؤهم الله أو أعادهم إلى الدنيا لا أعادوا إلى المنكرات والمشيء المطلقة قائمة على الحكمة المطلقة والعلم المطلق أنت واحد يقول لك أنا ما هداني يقول لك من أدرك أنه ما هداك؟ الخاتمة ليست بيدك الخاتمة بيد الله أنت اشتغل وإن الله سيهديك وبما أنك اتبعت الشيطان والملذات والمحرمات فأنت مصر على هواك طيب هنا كذلك كان رسالة فضي الشيخ دكتور أريد أن توجهها لمن يصدر الأحكام على الناس بناء على ظاهرهم فيقول هذا لن يهديه الله كلام خطير فبالتالي يتألّى على الله سبحانه وتعالى وهذا عندما هذا علمه عند الله هذا يجيب عنه الكلمة التي قلتها قبل قليل القضاء والقدر بيد الله القدر هو علم الله المطلق علم الله المطلق الأزلي ثم ينتقل إلى التوزيع والتنفيذ إلى أن يأتي ينزل القضاء فيسمى قضاء يسمى قضاء نقول له أيها الإنسان لا تحكم على الظاهر لأن الأمور بمآلاتها فلا تتألّى على الله من أنت حتى لو طغى وتجبر الإنسان اللهم أهدي قلبه اللهم أهدي الإسلام كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أهدي أحد العمرين صلى الله عليه وسلم كيف كان عمر الجاهدية ضرب أخته حتى أدماها من أجل كلمة والمسلمين كانوا يقولون عنه لن كيف يسلم عمر حتى يسلم حماره حماره الخطاب هكذا هذا ما يقوله حماره الخطاب صحيح ومع ذلك حين أراد الله أن يلين قلبه بآية بسورة طه ما أنزلنا عليك القرآن الله لين قلبه لذلك التألّى على الله لا يجوز إنما يجوز لك كمسلم والله إن رأيت فلانا قد انحرف إذا ذكرت الفاجر بما فيه رغبة تقييمه وإرشاده ونصحه لمع يا أخي الذي تقدم عليه لا يجوز أرجو لك الهداية وأرجو منك أن تشتهد أما أنت من أهل النار أنت حتى توزع سكوك الغفران نحن لا نوزع أو حتى من أهل الجنة نحسبه على الله لا تستطيع نحسبه ولا نزقي بارك الله طيب يقول الله سبحانه وتعالى وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ هنا تواصل الحديث حول التفرق هنا قال وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ لا يقول وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا بِسَبَبْ كَذَا 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 بارك الله هذه الآية وجه ارتباطها كما تفضلت واضح واضح قال أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أنا وأنت وأي واحد يقول جيد ما بالون نرى أهل الأديان يتعادون ويتقاتلون ويتشرذمون ما بالهم ما بالهم تفرقوا وهناك موجبات الاتحاد بينهم قل وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ لماذا بغيا بينهم البغي حب الرئاسة الظلم العدوات هذا الذي جعلهم يتدافعون ويتفرقون وإلا لو أنهم أقاموا الدين ما تفرقوا بغيا هنا مفروق لأجلي صحيح بارك الله فيك نعم ما شاء الله تفرقوا بغيا البغي هي ذكرني بآية النحل إن الله يأمر بالعدل وَالإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمكر والبغي البغي البغي هو الظلم التعدي التعدي على الآخر الاستطالة على الآخرين هذا بغي وفي اللغة العربية أساس الكلمة أنا أبحثت فيها هي من بغى نقول بغى بغيا وابتغى ابتغاء القرآن خصص بغى بغيا خصصها بكل الظلم والشر والسوء أما ابتغى ابتغاء الله ابتغاء مرضات الله الذين يبتغون الدار وابتغوا فيما أتاكم الله الدار الآخرة فالابتغاء الطلب أما البغي هو طلب الشر طلب السوء والعياذ بالله فهذه الآية تبين أستاذ محمد تقول كأن قائل يقول جياد ثمت أمرت وحيدهم الذي جعلهم يتفرقون الآية تقول وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ عن أي علم علم الوحي الذي جاء عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال من بعد ما جاءهم العلم بأن الفرقة حرام وبأن الفرقة شر بعد كل هذا بغيا وعدوانا تفرقوا فيهم فإذا لا يُعداروا لا يُعدارون طبعا المتعمد لا يُعدار يقول وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّنْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ مُرِيبٌ هذا سنتحدث عنه بعون الله في الأسبوع المقبل نسأل الله التوفيق والسداد سنواصل الحديث في صورة الشورى من كتاب الله تبارك وتعالى أشكركم فضية الشيخ جزيل الشكر على ما تفضلتم وما قدمتم وكذلك نشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة ملتقانة بحول الله يتجدد الأسبوع المقبل ونحن نقترب من شهي رمضان وبإذن الله سنخبركم عن مواعيد برنامج في رحاب سورة في شهي رمضان المبارك أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا ترجمة نانسي قنقر